يمكن انا كنت في بداية الحلقة اتكلمت عنها وعجبني اول راجل الدكتور المحترم اللي استضافته المزيع اللي بيرد على الاخت اللي بتتكلم وانا بقدر افك السحر انا اعدت بتقول له انا اعدت 12 سنة في المغرب يعني انصقوا بدولة عربية شقيقة تهمة شائع عند الناس اصل المغربة بيشتغلوا في كلام ده كلام باطل مغرب دولة محترمة ودولة مسلمة وشعب عريق وشعب محترم وليهم كل الاحترام لو راجت عنهم كلمة ولا كلمتين ده كلام في الكلوري شعبي ما يستندش لأي دليل الراجل قال لها طب يعني هي المغرب او مصر اللي احنا بنؤمن بالسحر ومرطراتين سحر بقينا دول عظمة عندنا طاقة نووية مفاعلات نووية قدرنا ان احنا نسترد حقوقنا يا اخي انا عاوز اي واحد يتكلم عن السحر يتلهي على دمه ويتكسف يتكسف ده احنا فضايحنا بالجملة ده انا عاوز واحد من بتوع السحر ده يدخلنا بس كاس العالم مش هتكلم هتكلم عن الكورة انا عاوز بتاع السحر يهرد كده ودخلنا كاس العالم وقولك تسخير قرين ما احنا لو بنقدر نسخر قرين كنا مسكنا الارهابيين الله يلعنهم مطرح مهم قاعدين في كل كتاب اللي عملين يفجاروا في ولادنا ومش كنا استخدمنا بدل الكلاب البوليسية ما كانش يمكن استخدام الجن للكشف عن القنابل فاصل ابقوا معنا اشتركوا في القناة